مشروع القارئ العالمي الذي سطعت فكرته قبل ثلاث سنوات يعد الأول من نوع مستوى العالم فهو من يبرز نفسه كمسابقة تعاين مبتغيات ثلاث تحفيز وتنافس وتمتيل لعلاقة العبد مع دليله الشرعي الأوحد من المؤكد أن سمو الفكرة التي يعطيها رونقا متهللا وطابعا قدسيا خصوصا إذا كان المحور يلف بهالته مقام المقصود كتاب الله المنقذ للبشرية جمعاء والنور المبين الهادي لها إلى سواء السبيل صوب خدمة لا يجهل دافعها الحقيقي استمدت ألقها من فطرة جبلت بماء الدين الإسلامي الحنيف طلبا لتمام الأجر من الله ومساهمة في إظهار العناية الفائقة بالقرآن الكريم فضلا عن تشجيع الناشئة والشباب المسلم الإقبال على تلاوة آياته المحكمات وترتيلها بإسلوب دينيا وعلميا يراعي جمالية الصوت من جهة والأخذ بأحكام التجويد المعتمدة من جهة ثانية مشروع القارئ العالمي الذي سطعت فكرته قبل ثلاث سنوات يبرز نفسه كمسابقة تعاين مبتغيات ثلاث تحفيز وتنافس وتمتين لعلاقة العبد مع دليله الشرعي الأوحد مسابقة عالمية يشارك فيها الراغبون من سائر أسقاع المعمورة وفجاجها ممن تتوفر فيها خدمة الإنترنت حيث يدخل المتسابق دون عناء على موقع المسابقة ومن ثم يقوم بتسجيل مقاطع فيديو واضحة لتلاوته لتباشر لجان التحكيم حينها في تقييم تلاوات المتسابقين عن بعد وفرز تلاواتهم عبر خمس مراحل ليتم في نهاية المطاف تتويج الفائزين وتكريمهم في مملكة البحرين القارئ العالمي مشروع رأى النور عام 2014 فهو الأول من نوعه على مستوى العالم وهو ومضة يصطع ألقها في سماء إنجازات العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله وسدد على طريق الفلاح خطاه في دعم مسيرة القرآن الكريم لتلفزيون البحرين محمد رشيدات